هنعود إلى القاهرة دكتور طارق نعود لحديث اليوم ما الهدف الإسرائيلي سواء كان المعلن أو غير المعلن من إقامة منطقة عزلة برأيك؟ أنا في تأديري أن إسرائيل دخلت مرحلة الترتبات الأمنية لكن هناك بالفعل خلاف داخل مجلس الحرب حول الأولويات والمهام التي يمكن أن تعمل عليها إسرائيل في هذا التوقيت وإسرائيل ليست نيتنياهو برغم كل ما يجري يعني يجب الانتباه إلى أن القضية ليست فيه وجوده في المشهد أو تصميمه على إدارة المشهد بهذه الصورة وصحيح أن الرئيس الأمريكي طالب بتغيير مكونات الائتلاف وتشكيل حكومة وحدة وطنية ودعا يا إير لبيد كما تعلمي حضرتك إلى التجاوب مع هذا الترحم ووجود سيل بين استطلاعات الرأي في إسرائيل ترجح أن جاند صبما يكون هو الأكثر حظا وأن الإيقود تدنى دوره كل هذه الأمور بتنضي في سياق مباشر لكن الترتبات الأمنية سيدتي ترتبط بالبعد السياسي وأنه لابد أن تكون إسرائيل أيضا على وعي كامل بأن هذه الترتبات ربما ستؤدي إلى ضرر كبير بإعلاقتها الإقليمية والدولية وخصوصا من قبل مصر على سبيل المثال القاهرة لديها تحفظات كبيرة على كل ما يجري جزء منه مرتبط بمخطرة الترانسفير نجحة القاهرة بمهارة في إفشاله وإدخال أطراف أخرى بالمناسبة لبحث الحل في القطاع الأمر الآخر هو سعي إسرائيل إلى التعامل الانفراضي بمعنى إجراءات انفراضية جزء منها ومرتبط به علاقتها بالولايات المتحدة والعلاقة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل هي علاقة مفصلية صحيح لكن الخلافات هي خلافات سطحية لا يجب التأكيد على أن هذه الخلافات هي خلافات ربما بين الرئيس الأمريكي وبين الرئيس الوزراء الإسرائيلي ليست بهذه الصورة تدار العلاقات بين البلدين هناك مؤسسات كبيرة تدير العلاقات وهناك حوار استراتيجي ربما يسيطر على لكن لماذا تخرج إلى العلن بهذه الكتافة وهذه الحدة السبب الأول أن الولايات المتحدة تتخوف حضرتك من افتقاد مصدقيتها في الإقليم والضغوطات الأخيرة التي تمت خلال الأيام الأخيرة جزء مرتبط طبعا بارتدادات حرب غزة في الإقليم سواء كان بالنسبة لاستهداف الحضور العسكري والاستراتيجي الأمريكي واستهداف هذا الحضور سيكلف الولايات المتحدة عدة أمور منها مصدقية القيادة الأمريكية في الإقليم وجزء منها مرتبط أيضا بهبة الدولة الأمريكية ومعنى هذا أن الولايات المتحدة تنظر رؤية أشمل أنه دعمها الكامل والمطلق لإسرائيل سيكلفها الكثير ليست القضية انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي أو الانتخابات الأمريكية أو اعتراضات الجمهور الأمريكي فقط لكن مكانة الولايات المتحدة في الإقليم تتعرض لهزة كبيرة جزء منها مرتبط بالعلاقة مع الغير مباشرة مع إيران وكيفية محاولة السيطرة على أداء الوكلاء وربما أيضا موقف الدول الأوروبية وموقف الدول الأوروبية لأن الأوروبيين أيضا دخلوا على الخط كما تعلمي أوروبا طرحت مبادرة العشرة نقاط ثم بريطانيا عرضت الخمسة نقاط ثم جرى الحديث الخاص بكاميرون بالاعتراض بالدولة الفلسطينية كل هذه المدخلات تفسر لنا لماذا أقدمت الولايات المتحدة الآن على الدخول في باريس وباريس مهمة في هذا السياق التركيز على باريس ولكن للأسف الوقت ينتهي سريعا